تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي الوحدات العسكرية والأمنية وقوات الحرس الرئاسي والحزام الأمني بمحافظة أبيان أعبر المقدشية عن الاعتزاز والفخر بالروح القتالية والمعنوية العالية التي يتمتع بها الجنود في المواقع والميادين أحثى على تعزيز الجاهزية لبواجهة العملية العدائية والإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي مشددا على التحلي باليقظة للتعامل مع المعطيات الميدانية ترجمة نانسي قنقر